شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين في هذه الليلة نحاول أن نتحدث بإذن الله تعالى حول وظائفنا تجاه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجح ونبدأ الحديث بمقدمة قصيرة وهذه المقدمة هي إن إحدى الأشياء المهمة في حياة الإنسان أن يعرف وظائفه تجاه الأشياء وتجاه الأشخاص معرفة الوظيفة تمثل مرحلة وتوسطة بين مرحلة سابقة عليها هي مرحلة الإحساس بالوظيفة ومرحلة لاحقة عليها هي أداء الوظيفة فهناك ثلاث مراحل المرحلة الأولى الإحساس بالوظيفة يعني أن يشعر الفرد أن هناك وظيفة ملقات على عاتقه إذا واحد لم يشعر بالوظيفة بدون أن يكون للوظيفة وجود ذهني لا يمكن أن تتحقق حركة خارجية هل هناك وظيفة هذا على نحو المثال هل عندنا وظيفة تجاه الجماد أو معد هل عندنا وظيفة تجاه النبات أو معد إذا واحد لم يشعر أن له وظيفة تجاه النبات أو تجاه الجماد يعني هذا المفهوم مفهوم الوظيفة ما جاء إلى ذهنه هل يمكنه أن يؤدي الوظيفة إذا أردت أن تعرف هل أن لنا وظيفة تجاه النبات وتجاه الجماد راجعوا كتاب الفقح كتاب النكاح آخر كتاب النكاح باب النفقات هذا البحث مطروح هناك إذن المرحلة الأولى الشعور بالوظيفة المرحلة الثانية التي تتعقب هذه المرحلة الأولى معرفة الوظيفة كثيراً ما واحد يشعر أن له وظيفة ولكن لا يعرف ما هي الوظيفة أو لا يعرف هذه المرحلة الثانية المرحلة الثالثة بعد الشعور بالوظيفة ومعرفة الوظيفة تأتي تأتي هناك مرحلة أداء الوظيفة وأدائها أداء عملي هذه ثلاثة مراحل متدرجة على نحو عام أعظم شخصية تعيش في الوقت الراهن ضمن دائرة الوجود الإمكاني هي شخصية سيدنا ومولانا الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجح هو إمام زماننا وهو الواسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى ما هي وظائفنا تجاه الإمام المهدي هنالك مجموعة من الوظائف الوظيفة الأولى المعرفة ويقابلها الجهل الجهل يتنوع إلى أنواع النوع الأول الجهل بوجوده النوع الثاني الجهل بمقاماته النوع الثالث الجهل بمعارفه النوع الرابع الجهل بخصوصياته وشؤونه هذه أربعة أنواع من الجهل أولا الجهل بوجوده هذه المشكلة التي تورط فيها الملايين من البشر طبعا البشرية هناك ترقب عندها حتى الكفار حتى المسيحيين حتى اليهود حتى المادية الديالكتيكية هناك حالة ترقب في جميع الطوائف في جميع الأمم كما أن العطشان يبحث عن الماء في فطرة يشعر بخلاء ويبحث عن ملء هذا الخلاء كذلك في جميع الطوائف في جميع أنحاء العالم هناك ترقب وهناك بحث وهناك انتظار ولكن هذا الانتظار انتظار غامض معظم البشرية تجهل بوجود هذه الشخصية العظيم أحد الإخوة الذين ذهبوا إلى بلاد الغرب قال أنا عندما ذهبت إلى تلك البلاد شعرت بغربة الإمام المهدي في تلك البلاد لم يعرف لم يعرف هذا الأمل الذي تبحث عنه البشرية لم يعرف للبشر تعليقي على هذا الكلام أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه لا يعاني غربة في بلاد الأغيار وفي بلاد الأجانب وإنما تعاني القضية المهدوية من الغربة حتى بين المسلمين رغم هذا الاهتمام العظيم من القرآن الكريم ومن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بالقضية المهدوية ولكن أغلب المسلمين يجهلون هذه القضية يجهلون أن هناك شخصا موجودا الآن وهو المهدي المنتج لا يعرف كم آية في القرآن الكريم توجد حول الحج هذه الفريضة الإلهية العظيم آيات محدودة كم آية في القرآن الكريم حول المهدي المنتظر عشرات الآيات العام حفظه الله جمع مجموعة من هذه الآيات في كتابه المهدي في القرآن عشرات الآيات حول القضية المهدوية وحول الإمام المهدي كم من الأحاديث توجد حول الإمام المهدي الشيخ لطف الله الصافي المرجع المعروف في كتابه منتخب الأثر ذكر أن هناك أكثر من ستة آلاف رواية إحنا إذا عدنا رواية واحدة نبني عليها حكما فقهيا يطبق على الملايين رواية واحدة إذا عدنا رواية واحدة تقول لا تنقض اليقين بالشك نبني على هذه الرواية ألوف التفريعات الفقهية في القضية المهدوية هناك أكثر من ستة آلاف رواية حتى في صحيح البخاري توجد هذه الرواية طبعا مع تعرض هذه الروايات للنوع من التعتيم في البخاري ولكنها صريحة في كتب أخرى مثل أكوفت شي نبعد عنه الأضوية حتى يبدو من بعيد كشبح القضية المهدوية موجودة في البخاري كشبح يبدو من بعيد حتى في البخاري وإمامكم منكم راجعوا الرواية في البخاري في مسند أحمد في بقية كتبهم روايات معتبرة كثيرة راجعوا كتاب الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة حول الإمام المهدي مع هذا الزخم الهائل من الروايات ولكن أكثر المسلمين يجهلون هذا النوع من تضييع الحق وتضييع الوظيف إذن النوع الأول الجهل بوجوده في الإعلام في القنوات الفضائية في الراديوات في الصحف في الجرائد أكو تعتيم متعمد على هذه القضية خلافاً للقرآن الكريم وخلافاً للنبي الأعظم صلى الله عليه وعليه النوع الثاني الجهل الجهل بمقاماته عرفنا وجوده هل انتهى الآمر عند هذا الحد لنضع القضية في إطارها الكل أولاً لأن القضية لا تختص بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجح النبي الأعظم ما هو مقامه أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم ما هو مقامه هل عرفنا مقام النبي الأعظم نعرف مقام النبي صلى الله عليه وعليه أنقل لكم هذه القضية حتى تروا أحد علماء الدين نقل لهذه القضية قال جاءني واحد من أبناء المذاهب الأخرى وسألني هذه الآية عبسا وتولى في من نزلت وهل نزلت في النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فقلت مو معقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله اللي الله يمدحه بقوله وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَدْوَاحِدْ أَعْمَ جَايْ عنده يطلب منا أن يعلمه مما علمه الله فيعبس في وجهه يعني يقطب وجهه ويتولى يعني يعرض ببدنه عنه الوالد رحمه الله كان يقول عالم دين ما يعمل هذا العمل إذا شفتوا عالم دين يعبس في وجه أعمى يسقط هذا العالم في نظرك فكيف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الذي يقول الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم ويقول في متاع الدنيا قل متاع الدنيا قليل مع أنه وإن تعد نعمة الله لا تحصوها الله الذي يقول لمتاع الدنيا قليل يقول لخلق النبي وإنك لعلى خلق عظيم ولاحظوا الآيات شلون آيات عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يذكر نبي الأغنياء حتى إذا لا يطلبون الهداية ويعرض عن الفقراء الذين يطلبون الهداية هذا هو النبي لاحظوا كتبه مشحون بأمثال هذه الروايات هذا هو مقام النبي الأعظام صلى الله عليه وآله يقول كلما ذكرت له مقتنع كان مصر على أن الآية نزلت في النبي صلى الله عليه وآله يقول في نهاية البحث قال إذا الآية ما نزلت في النبي ففي من نزلت فقلت له في الروايات إنها نزلت في فلان من بني أمي قال لا سيدنا فلان لا يفعل هذا العمل قلت له سبحان الله سيدكم فلان من يعمل هذا العمل أجل من هذا العمل ونبي الله يعمل هذا العمل هذه المعرفة بمقام النبي صلى الله عليه وآله هذا معرفة هذا هو النبي الذي يجب أن نعرفه هذا هو النبي في القرآن الآن انتو جربوا قولوا لأي واحد الآية نزلت في فلان من بني أمي يقول لا هو أجل من ذلك قولوا له نزلت في رسول الله يقول نعم هكذا روى علماء هذه هي المعرفة بمقام النبي الأعظم وكتبهم مشحون من هذه الخرافات التي تحاول الحط من مقام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأنا أتعجب من علمائهم كيف يقبلون هذه الأباطيل ما هو مقام النبي النبي هذا ما هو مقام الإمام أكو رواية لطيفة في مرآة العقول بمثن الكافي وهذه الرواية رواية من ناحية السند صحيحة في مرآة العقول المجلد الثالث صفحة 131 الكلين رحمه الله ينقل عن محمد بن يحيا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وعنده أناس من أصحابه الرواية من ناحية السند معتبرة وصحيحة عجبت من قوم يتولون موالي هذه المشكلة الجهل بالمقامات لا توجد في الخط الآخر حتى توجد في ضمن الدائرة الإمام يتعجب من هؤلاء الذين عندهم هذا المستوى الهابط من المعرفة عجبت من قوم يتولونا طاهراً يجب أن يكون يتولوننا عجبت من قوم يتولونا أو يتولوننا ويجعلونا أو يجعلوننا أئمة ويصفون أن طاعتنا مفترض عليهم كطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله لأن الله قال وَأُلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ثُمَّ يَكْسِرُونَ حُجَّتَهُمْ وَيَخْصِمُونَ أَنْفُسَهُمْ لِيَشْ تعليل لطيف في الرواية بضعف قلوبه إذا نريد نستخدم كلمة جديدة بديلة عن كلمة ضعف القلوب الانهزامية هاي حالة موجودة الانهزام أمام الشرق هاي حالة الانهزام أمام الغرب الانهزامية النفسية الضعف النفسي أكو أفراد ضعفة هذه عقيدتي وهذه براهين ليش واحد يكون ضعيفا نفسية إذا تعتقد بشيء من القرآن الكريم القرآن يدل عليه لماذا تضعف عن إظهار ذلك ضعف ضعف القلب فينقصونا حقنا قلنا الجهل بالمقامات بالمقام ويعيبون هذه الجملة تحتاج إلى وقف ويعيبون ذلك على من أعطاه الله برهان حق معرفتنا والتسليم لأمرنا إذا شاف واحد يعتقد في درجة رفيعة من الاعتقاد يعيب عليه كيف تعتقد هذه العقيدة أترون أن الله تبارك وتعالى افترض طاعة أوليائه على عباده ثم يخفي عنهم أخبار السماوات والأرض ويقطع عنهم مواد العلم أئمة أهل البيت النبي الأعظم الإمام الحجة يعلمون الغيب نقول ذلك ولا نخشى من ذلك لأن البرهان معنا إذا واحد عنده بحث خليه يجيب الإمام الحجة يعلم الغيب الدليل على ذلك على علم الإمام على علم الإمام الحجة على علم النبي في القرآن الكريم موجود الله تعالى يقول لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى الله يعطي لأنبيائه علم الغيب شنو علم الحضور هو من عدنه أنتوا ليش ترحون في الإشكال على علم الغيب تعالوا إلى علم الحضور أنا أعلم أنتوا الآن موجودين هذا العلم منين عندي هذا مني هذا علم ذاتي إحنا عندنا شيء ذاتي نحن الممكنات لهذا بإعطاء الله تعالى الله تعالى يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء حتى علمكم بالأوليات والبديهيات وبأن اجتماع النقيضين محال وقانون الأولية قانون الذاتية التي يبني عليها علماء المنطق الجديد جميع المعارف قانون الذاتية من أين جاءت؟ منكم؟ لا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء الله أطاكم فإذا الله أعطاكم علم الشهود فما المانع أن يعطي بعض أوليائه علم الغيب أيضا؟ ليش واحد يخاف؟ إلا من ارتضى من رسول والرسول يعطيه له أوصيائه من بعده أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول علمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب ما المانع منه؟ إذا قلنا النبي الأعظم يعلم علم الغيب ما المانع من ذلك؟ القرآن يدل على ذلك الملائكة تعلم علم الغيب بتعليم الله النبي إلى مقامه الإمام الحج إلى مقامه الملائكة ما قالوا لله أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء هاي النبوء ما كانت نبوء الدقيقة وتعكس لنا تاريخ البشرية من اليوم الأول إلى يوم الظهور إذا تريدون تخلون عنوان للبشرية أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء هذا مو علم الغيب فواحد يظن أن النبي الأعظم أو الأئمة أو الإمام الحج بشر مثلنا ما يعلمون الغيب ما عدهم ولاية تكوينية عندما نقول الإمام الحج إلى ولاية تكوينية لا لا تتكلمون ليش ما نتكلم؟ البرهان ويوم الولاية التكوينية موجودة في القرآن الكريم الجهل بمقاماتهم هذا النوع الثاني من الجهل شنو دور الإمام الحج الآن؟ ما هو دوره؟ في إطار التكوين في إطار عالم التشريع يجب أن نعرف ينبغي أن نعرف المعرفة مهمة ذاك العابد في البحار الرواية مذكورة الملائكة شافوا ثوابه كلش قليل عابد عبد الله أربعين عام أكثر أقل راجعوا البحار فسألوا الله تعالى ليش؟ هذا الثواب القليل مضمون الرواية الله قال لأن معرفت قليل راجعوا تتمت القضية في البحار الملك إجي عنده وتصور بصورة إنسان وعبد معه في قضية لو كان لربك حمار كان يأكل من أعشاب هذه الجزيرة معرفة مهمة عندنا برنامج للمعرفة هذا هو النوع الثاني النوع الأول الجهل بوجوده النوع الثاني الجهل بمقاماته النوع الثالث الجهل بمعارفه هذه أيضا مشكلة عامة الجهل بمعارف أهل البد الجهل بمعارف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هذه القضية نقلناها لكم بصورة أخرى ولكن رأيتها جديدا بهذه الصورة من قول عن أحد العلماء الصورتان طبعا متقاربتان المرزى المرزى مهد الإصفهاني عاش فترة في حيرة بين المعارف الإلهية والمعارف البشرية بعد فترة اللي مشى في هذه المعارف البشرية مو مقصود المعارف في باب مثلا الفيزياء أو الكيمياء لا في قضايا العقيدة في قضايا الأحكام وما أشبه ذلك فمدة كان يعيش حالة الحير فتوسل بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وأخذ يتضرع ويبكي طبق هذا النقل في يوم من الأيام كان في حالة السجود وهو يبكي ويتضرع حتى ابتلت الأرض بدموعه لأنه يريد يخرج من هذه الحير وإذا به يسمع هاتفا يقول له ارفع رأسك يا مهدي أو ماذا تريد يا مهدي فرفع رأسه ورأى شخصا وبيده لوحة كتب على جانب منها طلب المعارف من غيرنا أهل البيت مساوق لإنكارنا ماكو فرق واحد ينكر أهل البيت أو يطلب المعارف من غيره يتسكع على أبواب الآخرين يطلب المعارف من أرستو وأفلاطون وسقراط ومن أشبه ذلك ويترك معارف النبي الأعظم ومعارف أهل البيت هذا مساوق لإنكارنا أكو قضية أخرى في الجانب الآخر من اللوحة وأنا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه أكو قضية تتم لهذه القضية نقلها لأحد رجال الدين يقول أن المرزى مهدي عندما إجي إلى مشهد وأخذ يدرس معارف أهل البيت صلوات الله عليه كان واحد من العلماء هذا مشبع بالثقافات الأخرى نحن لازم نفكر هاي الثقافة اللي عندنا ثقافة من؟ هاي القوالب الفكرية الموجودة عندنا من أين جاءت؟ هاي الألفاظ التي نستخدمها ونبني عليها وننفي ونثبت هاي الألفاظ من ينجاة؟ هاي الثقافة اللي تردنا من الراديو من التلفزيون من الكتب ثقافة منه؟ ثقافة الغرب الجديد أو ثقافة الغرب القديم يقول كان أحد العلماء مشبع بهذه الأفكار فأخذ يحضر دارس المرزى مهدي للرد عليه هو معالم قوي مشبع بتلك الأفكار فأخذ يحضر ويناقشه كل ما يقول شيء هذا يرد المرزى مهدي كان عالم قوي فكان يشتبكان في بحث علمي أكاديمي حر كما هو دأبنا في الحوزات العلمية البحث العلمي حر أصغر طالب يشكل على أكبر عالم في البحث العلمي طبعا ضمن الضوابط العلمية مو واحد جاهل لا يعرف يقول في يوم من الأيام هذا العالم يقول أنا اشتبكت معه في بحث حاد هو يقول وأنا أرد وهو يجيب وأرد عليه يقول يقول فجأة قال لي كلمة حركتني من أعماقي قال لي يا هذا انت ما دا ترد عليه انت دا ترد على الإمام الصادق صلوات الله عليه هذا كلام الإمام الصادق أنا دا أقول لك هذا كلام أهل البيت كلام الإمام الصادق كلام النبي صلى الله عليه وآله دا ترد على النبي يقول فجأة انت بعت أنا شنو دا أقول شنو دا أحكي ما أتمكن هنا أنا أوضح كثيرا هاي قضية أخرى نقلها لعالم آخر قال فلان كان يدرس عند العالم الفلاني فيطرح نظريات نظريات الغرب القديم اليونان القديمة الملبسة بلباس الإسلام ظاهرا وهي ضد ثقافة الإسلام كثير منها فيقول أنا مكنت أسمع أول كلامه يمكن هذا مقصوده أحمل كلامه على محامل يقول في يومي الأيام تكلم كلام يتعلق بالقضية الألوهية شفت بعد هذا الكلام ما يمكن تأويله فلاسفة هو يعدهم نظريات عجيبة في الله تعالى كثير منهم يعني واحد منها قد قيل لا علم له بذاته وقيل لا يعلم معلولاته إلى آخر هذه المقولات فيقول شفت بعد هذا ما يمكن يتحمل بعد ما كمل البحث أظن قال أنه كان عند الحوض جاي أظن قال كان يتوضيه فقلت له هذا الكلام اللي اليوم تكلمته شنو كان فيقول هو شوية ناقشني قلت له مثلا هذا المطلب ضد القرآن ضد الأحادي كيف تتكلم هذا الكلام يقول أنه في نهاية البحث قال لا هذا كان كر وفر علمي يعني بحث علمي أنا ما أتبنى هذه النظرية فقلت له حتى ذات الله محل الكر والفر العلمي يقول شوية فكر قال لا تصدق ذات الله مو محل الكر والفر العلمي معارفه الإمام المهدي صلوات الله عليه ما هي معارفه هل عرفنا معارفه المعروف دعاء الندبة الذي ينقل عن الإمام المهدي صلوات الله عليه وهو جامع لمعارف كثيرة دعاء الندبة المشحون بالمعارف ينبغي إحياء هذا الدعاء في أيام الجمع في أيام الأعياد الأربعة في البيوت في المساجد ولكن هل تنحصر معارف الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه بدعاء الندبة هناك كتاب طبع جديدا الصحيفة الرضوية الجامعة يتناول أدعية الإمام الرضا صلوات الله عليه وأبنائه الأربعة الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري والإمام المهدي صلوات الله عليه أكثر من ثمانين دعاء واحد منها دعاء الندبة منقول عن الإمام المهدي صلوات الله وهذه الأدعية بحر من المعارف وين من هذه المعارف هذا الدعاء مروي عن الإمام الحج صلوات الله عليه وهو معروف أيضا اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك هذه الجمل بحر من المعرف بحر عميق في كتاب كفاية الموحدين ينقل أنه سئل الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه هل عرفت الله بمحمد صلى الله عليه وآله أم عرفت محمدا بالله فقال أمير المؤمنين بل عرفت محمدا بالله صلى الله عليه وآله هذا البحر من المعرف اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك خلاف ما هو المرتكز في أذهان العموم نعرف النبي بالله لا أننا نعرف الله بالنبي لاحظوا الأدعية الموجودة في هذا الكتاب السيد الأبطحي حفظه الله الصحيفة الرضوية الجامعة كلمات الإمام المهدي أيننا عن كلمات الإمام المهدي ومعارفه الكلمة المعروفة عن الإمام المهدي هذه الكلمة المشهورة وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا أو أحاديثنا الإمام المهدي صلوات الله عليه عنده كلمات كثيرة العمحة الشهيد رحمه الله جمعها في كتاب أو جمع مجموعة منها في كتاب كلمة الإمام المهدي مشحونة بالمعارف كلمات أهل البيت مشحونة بالمعرف يجب أن نحاول أن نقترب الجهل بوجوده الجهل بمقاماته الجهل بمعارفه الجهل بخصوصياته وشؤونه نذكر هذا على نحو الاختصار وننهي الموضوع ما هي شؤون الإمام المهدي؟ ما هي خصوصياته؟ ينبغي أن تعرف أنا أذكر لكم شاهد تاريخي قبل بعسة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هذا يمثل جانب من معرفة الشؤون والخصوصيات خصوصيات النبي كانت معروفة عند العارفين ترقب كان انتظار كان معرفة كانت عند العارفين الكتب الإلهية المتقدمة بشرت بالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله ولذلك عندما ظهر النبي الذين كانوا يعرفون هذه الشؤون وهذه الخصوصيات آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله ومنهم سلمان عندما سمع أن هناك رجل يدعي أني أنا النبي الخاتم طبق تلك العلامات التي كانت في ذهن على هذا النبي يقبل الهدية أو لا يقبل الهدية يقبل الصدقة أو لا يقبل الصدقة العلامات التي موجودة في بدنه فآمن بي في قضية لطيفة أنه كان عالم من علماء اليهود يقرأ أو النصارى في التوراة أو في الإنجيل فوصل إلى صفات النبي صلى الله عليه وآله فكتمها كان عنده خادم الخادم إجي حتى ينظر كأنه تبين أن هنا مكان ذكر الصفات فذاك العالم خل إيده حتى لا يقرأ حتى خادم ما يعرف شنو صفات النبي فهذا الخادم وخر إيد العالم أزاحها وقرأ الصفات في التوراة أو الإنجيل ورأى أن هذه الصفات تنطبق على النبي الأعظم وجاء وآمن بالنبي الظاهر العالم راح إلى النار بعناده وخادمه ذهب إلى الجنة بإيمان ما هي شؤون الإمام المهن؟ قضية الغيب الكبرى ما هي حدودها؟ قضية الغيب الصغرى ما هي أبعادها؟ قضية السفارة السفارة الآن هذا شيء رائج في كثير من الأماكن إدعاء السفارة أو إدعاء الارتباط الفرد الجاهل يمكن أن يخدع بالإدعاء الآن في العالم مجموعة أكو يدعون من يتبعهم؟ الذين يجهلون الشؤون ويجهلون الخصوصيات هل يمكن أن يكون هناك السفير للإمام الحجة الآن؟ هذا يحتاج إلى معرفة من يدعي مشاهدة الإمام الحجة؟ هل يمكن أن يصدق أم لا؟ وما هو معنى المشاهدة؟ هناك نظرية أن الإمام قد يكون مجهولة الشخصية ومعروفة الشخص هل هذه النظرية صحيحة أو لا؟ واحد يجب أن يعرف يجب أن يقرأ وإلا يخدع يصير ضحية معرفة الشؤون والخصوصيات هناك قضية فقط أحيلكم عليها مذكورة في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رحمه الله في هذه الطبعة في صفحة أربعمية واحد الذين ادعوا البابية واحد من الذين ادعوا البابية الحلاج كان وتبعه الجاهلون وكان يقوم بأشياء عجيبة هذا اللي يدعي المهدوية قد يكون أو البابية قد يقوم بأشياء عجيبة اقروا كتاب سفينة البحار في مادة حلجة شوفوا الأعمال الغريبة اللي كان يقوم بهالحلاج ويخدع بهالجهال الآن ماكو مجال لذكرها ولكن عندما يأتي هذا المدعي أمام عالم وذلك العالم هو إسماعيل ابن علي النوبختي اللي كانت له جلالة في العلم وفي الدين وفي الدنيا هذا الحلاج فكر أنه هذا النوبختي يكسب لأنه عنده وجاه اجتماعي فيكسب الجمهور جمهور كبير لاحظوا كيف واجهه النوبختي واجهه بالعلم وبالمنطق واضطر الحلاج أن ينهزم خائبا راجعوا تفصيل القبل العلم بمعارفه ثالثا والمعرفة بشؤونه وخصوصياته رابعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا إمام زماننا اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ظللت عن ديني ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرجه ويسهل مخرجه ويجعلنا من أنصاره وأعوانه وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة